موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها العزاء على المحبة والخير دوما نلقاكم أيها العزاء من أعمق ما جاد به العقل الإنساني ما نسميه الفلسفة قد اختلف حول أصل هذه الكلمة وأين ظهرت وشهادة الميلاد التي تخص هذه الكلمة ولكن الحقيقة أن الفلسفة والدين إلى هذا اليوم ما يزالان بحاجة ماسة إلى هذه الجسور التي تصل بينهما نريد أن نعرف العلاقة بين الدين والفلسفة كيف يمكن للفلسفة أن تخدم الدين وربما بعبارة أدق أن تجعلنا أقرب لفهم المضامين العميقة التي يجتمل عليها الدين أسئلة كثيرة أيها العزاء سوف نخوض فيها في غمار الحديث عن الفلسفة وأسأل الله أن نخرج سالمين من هذه الأسئلة العديدة التي سوف نوجهها اليوم لأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور وجيه قانصو أهلا وسهلا دكتور وجيه أهلا فيك وأنت طبعا في بلدك يعني عمان و بيروت و عمان يعني وجهان لقلب واحد أكيد الله يسمى دكتور الله أحفظك دكتور يعني لو بدينا بالحديث عن أهمية الفلسفة قبل أن نخوض بعلاقتها مع الدين أو هذه المسافة بين الدين والفلسفة إلى أي مدى الفلسفة شيء مهم في الحياة الإنسانية يعني الفلسفة هي نشاط طبيعي عند الإنسان بغض النظر إذا هي مهمة أم لا أم لا لأن الفلسفة هي نشاط عقلي يمارسه الإنسان لكي يحاول أن يفهم و يفسر الأشياء المحيطة به والفلسفة بتروح إلى مسافة أبعد من طبيعة النشاط العقلي الذي يمارسه الإنسان في حياته اليومية بتروح تتعمق بالأشياء تعرف حقيقة الأشياء وجوهرها على ذيك سميت الفلسفة هي بتعريفها محبة الحكمة وهذا الذي يجعلها تختلف عن الحكيم فالحكيم هو الذي يمتلك الحكمة أما الفيلسوف الفيلسوف هو صديق الحكمة هو الذي يصادق الحكمة بمعنى أنه لا يستطيع أن يمتلكها ويبحث عنها باستمرار يعني كان هناك تواضع دكتور حتى في التسمية في روح التواضع والنسبية البشرية في المعرفة لا هي المقصود أنه لأن الإنسان لا يمتلك الحكمة بشكلها النهائي هو يبحث عنها باستمرار يعني هي قضية أنه هذا النوع من النشاط هو جزء من أي نشاط طبيعي في الإنسان كيف الإنسان بيدور على أكل بيدور على شرب بيمارس حياة اجتماعية فدائما هناك شريحة من البشر أو هو يمثل ضرورة داخل المجال الإنساني في أن يفهم ويفسر ماذا يحصل من حوله لكن مش بالطريقة المباشرة يعني التفكير الفلسفي ليس تفكيراً للتعامل مع الظواهر المباشرة بشكل حسي وملموس هو أعمق من ذلك إنما يذهب إلى ما أبعد من ذلك ما هو القانون ما هو المبدأ ما هو النظام الذي يسير هذا العالم كيف يسير هذا العالم ما هو القانون الذي يقف خلف هذه الظاهرة من هو الإنسان ما طبيعة الإنسان ماذا يتكون هذا الإنسان فإذن هي ليست فقط قضية أهمية لأنه حتى نقول أنه كأنها شيء إضافي يضاف إلى الإنسان إنما هي جزء أساسي وضروري في طبيعة النشاط الإنساني دكتور وجيه يعني هناك من أطلق أيضاً على الفلسفة تسمية أم العلوم هل هي حقاً كانت وراء نشأة العلوم والمعارف الإنسانية هل هذه النظرة العميقة التي تفضلت بها والتي تتجاوز التعاطي الحسي مع الموضوعات إلى اكتشاف القوانين التي تقبع خلف هذه الموضوعات هل هي حقاً جديرة بهذه التسمية يعني الفلسفة بدأت تفكر في كل شيء وصار عندها تفسير الفيزيقة الميتافيزيقة ثم العلوم السياسية أو المبادئ الأخلاقية لأن تعرف النشاط البشري ببداياته لم تكن العلوم متمايزة عن بعض فكانت الفلسفة تتصدى لكل هذه المسائل على ذلك هي في بداياتها سميت أم العلوم لأن كل العلوم تفرعت منها يعني لما يصير علم يتطور بيصير ياخد مجاله المستقل بياخد مساحته بيصير ينفصل عن الفلسفة لكن هو انبتق منها خرج منها لأن مطالبه الأولى التي بدأ بدأ الإنسان يفكر فيها بدأت في الفلسفة ويعني الفلسفة هي النمط الذي نقل الإنسان من أن يتعامل مع المعطيات بصفة مباشرة وحسية إلى أن يتعاطى معها بطريقة عقلية أي علمية لأن العلم هو ماذا؟ هو ابتكار أو معرفة القانون الذي يقف خلف ظواهر متعددة لكن من الذي يكتشف هذا القانون؟ هو النشاط العقلي هو النشاط الإنساني لكن الفلسفة ظلت رغم أنها هذه العلوم المتفرعة لكن ظلت بمثابة البحث عن المبادئ الكلية التي تتعلق بالوجود والعالم لأنها تبحث عن المبادئ الكلية والوجود والعالم زائد عن مبادئ التفكير لأنه كمان في مرحلة لاحقة من التفكير الإنساني مش بس الفلسفة صارت تتفكر بالعالم صارت تتفكر بالإنسان وكيف المعرفة تحصل كيف الفكر يمارس نشاطه بما أنه كذلك بقي بمثابة المظلة العامة لسائر العلوم هنا دكتور وجيه بالنسبة للفيلسوف يعني هذا بالنسبة للفلسفة وأهمية الفلسفة والمساحات ربما الفكرية التي يجول أو تجول فيها الفلسفة لكن ماذا عن الفيلسوف كيف يبدأ ومن أين يبدأ الفيلسوف هل كما يقال يبدأ من قول لا أم يبدأ بالدهشة أم يبدأ بذلك الشعور الحر الذي يرفض أن يقبل الإجابات القديمة والمكررة يعني ممكن تقول أن كل هذه العنوين اللي حضرتك ذكرتها يعني والفيلسوف لا يوجد فجأة يعني ما بيخلق الإنسان فيلسوف كيف يولد؟ يعني عملية سؤال هي بالحقيقة الفلسفة لا تتحرك في منطقة الإجابات أو إجابات موجودة نعمل على الدفاع عنها أو إبراز الأدلة حولها هذا بيصير علم كلام يسمى علم الكلام لأن علم الكلام يدافع عن أفكار ومقولات جاهزة فكما يقولون أنت تعتقد ثم تستدل هذه طريقة علم الكلام الفلسفة هي فعل اكتشاف يعني هناك شيء غير مفهوم هناك أشياء تحصل لا تستطيع أن تفسرها أو لا توجد لديك إجابات واضحة عنها فأنت تسعى فإذن هي فعل اكتشاف واكتشافه المستمر لا يتوقف يأتي إما من الدهشة يأتي إما من فكرة الموت كما يقولون البعض أنه الإنسان يموت ماذا وراء هذا العالم هل هذه هي النهايات مثلا يأتي من خلال الكوارث الطبيعية كيف تحصل ولماذا تحصل هل هناك صدمة يجب أن تحدث للفيلسوف دكتور حتى يتجه من التفكير الرتيب الذي يعتاد عليه الناس عموما هل هناك صدمة معينة يجب أن تقفز بهذا العقل الإنساني ليبحث بطريقة مختلفة؟ يعني الفلسفة ليست فقط صفة الفرد هي أيضا صفة الاجتماع نعم يعني بمعنى أنه إذا كانت بيئة لا تحفز على التفكير الحر نعم فبيكون هامش الفلسفة والتفكير الفلسفي ضيق وإذا بيئة تساعد تطلق العنان للتفكير الحر والتفكير النقدي وفعل الاكتشاف وأنه الأفكار حتى الموجودة بينتنا قابلة للنقاش وإعادة النقاش والعبور إلى مناطق جديدة فأيضا لها علاقة بالحقيقة بالبيئة جميل البيئة تحفز إما أن تحفز على التفكير وإما أن تحفز على الإنصياع والطلق السلبي للأفكار والمفاهي هذا جانب الجانب الآخر كما ذكرت الفلسفة آخر الأمر هي خطوة إلى الأمام يعني دائما يعني لا يرضيها ما هو قائم بمعنى أنها تشعر أن هناك شيء أكثر أن أي فكرة تطرح قابل هذه الفكرة لأن نجد فكرة متقدمة عليها على ذلك أفق الفيلسوف دائما أفق مستقبلهم ويعني فيه تعبير لهيجل يقول أن الفلسفة آخر الكلام فهي يشبهها ببومة منيرفا هذه البومة اللي بتصير تطلق صوت بآخر الليل أنه الفلسفة تنظر إلى ما قاله الناس كل النهار وتصوغ هذه يعني أفكار الناس ثم تستشرف اليوم الجديد تكون هي مدخل لليوم الجديد يعني هذا كلام يعني فعلا عندما قلت يعني أن الفلسفة هي آخر الكلام وآخر الكلام ليس له آخر وبالتالي نحن في دورة وجودية ربما يستحيل أن نصل إلى نهاية فكأن العقل يبقى في حالة تمدد واتساع مستمر بلا نهاية من حيث المباحث ومن حيث الأسئلة والبحث عن التفسير هل ما فهمت صحيح؟ صحيح مئة بالمئة يعني الفلسفة هي كما تعبر بالتعريف المتأخر هي صناعة المفاهيم هي فعل ابتكار وليس أيضا اكتشاف هي تصنع واقع يعني الفلسفة أيضا انتقلت من أن تكتشف العالم إلى أن أيضا تساهم في صناعة واقع ليست مرآة فقط هي ليست فقط مرآة أحسن هي ليست فقط هي عمل فني البعض يقول أن الفلسفة فن كيف الرسام كل الفيلسوف يرسم لوحته بنفسه تماما لكن ليس بالمعنى الفني هي فن لكن بمعنى الإبداع بمعنى الابتكار بمعنى أنه يطرح عليك قوالب جديدة أكثر فاعلية في التفكير يطرح عليك طريقة معينة في طريقة التفكير تعطيك القدرة على الكشف فانتقلت الفلسفة بالحقيقة خاصة الفلسفة المعاصرة واختلفت عن الفلسفة اليونانية فلسفة اليونانية كانت تريد أن تشيد نظاما لهذا العالم الكوزموز هذا العالم المتناسق المتناغم فأرادت أن تبني نظاما أو تكتشف قوانينه ومبادئه الفلسفة انتقلت من هذه المسألة لم تعد معنية ببناء الأنظمة إنما معنية بطرح آليات تفكير ومنهجيات تفكير جديدة تساعد أي إنسان في عملية الكشف فبالتالي لم تعد معنية بإنشاء معرفة مطابقة للواقع بقدر ما هي معنية بابتكار أدوات فاعلة في إنتاج المعرفة طب هنا دكتور يعني ما دامت الفلسفة قد تطورت إلى هذا الحد ومرت بأكيد مراحل مختلفة أريد فقط أن أعود لسؤال ما يزال يطرح لليوم هناك من يقول أن العقل العربي غير قادر على أن يكون عقلا فلسفيا وهناك من يقول حتى فلاسفتنا العرب والمسلمين ابن رشد وابن طفيل والكندي وغيرهم أصلا أغلبهم لم يكونوا من أصول عربية ثم أنهم لم يأتوا بشيء جديد أغلبهم كانوا أرستيين وقليل منهم كانوا أفلاطونيين وبالتالي هذه الشبهة التي تتهم العقل العربي بنوع من الإعاقة أو العجز عن بلوغ هذه الدرجة الراقية من التفلسف بالتأجيد هذا ظلم حكم ظالم للعقل العربي أنا برأي العقل العربي وصل مناطق مناطق من الإبداع الفكري إلى مناطق متقدمة بالحقيقة وعندما كان يفكر ابن رشد لم يكن يفكر عن العرب كان يفكر عن العالم كله جميل عن البشرية بأسرها لكن نرجع منقول مرة بيكون فيه فيلسوف مرة بيكون فيه فضاء يحتضن الفلسفة إذا كان الفضاء وصل إلى مرحلة مقفلة يعني ما بده تفكير حر ما بده تفكير مبدع ما بده تفكير خلاق أحيانا السلطات السياسية بتفوت على الموضوع إنه والله التفكير الحر بيعمل مشاكل فبالتالي تتبنى آراء محافظة ابن رشد وصل إلى مناطق متقدمة لكن البيئة لم تتحمل أفكاره فتلقفت فلسفته البيئة الغربية والذي يدرس توما لكويني اللي هو المؤسس الأول للحداثة السياسية جميل الذي فصل بين المجال الديني والمجال السياسي أصول هذه الفكرة وبذرتها الأولى هي بالحقيقة ابن رشد جميل فالعقل العربي صحيح تلقى الفكر الغربي الفكر اليوناني لكن ما ننسى نحن أنه كان العقل العربي عم بمارس نشاط عقلي بطريقة مستقلة في دائرة علم الاعتزال ودائرة علم الكلام فهو نوع من النشاط الفلسفي علم الكلام هنا دكتور وجيهي تأكيد لكلامك رينان الفيلسوف الغربي المعروف فرنسي أعتقد هو فرنسي المعروف يقول لقد مر ابن رشد من الشرق دون أن يشعر به أحد وكأن الذي اكتشفه الغربيون وما يسمى بالرشدية اللاتينية وكيف أصبح له أتباع في فرنسا وفي أوروبا بينما في العالم العربي كان مظلوما لم تكتشف خصواته بضبط يعني إذا المحيط دكتور هو الذي يعطل الفيلسوف مكانته تماما الرشدية اللاتينية وصلت مرحلة تعرف أن الكنيسة أخذت موقفا سلبيا من الرشدية نعم من أرسته عموما وتكاد تكون هدر الدم كل من يمارس التفكير الرشدي نعم بالحقيقة حتى الفلسفة اليونانية لما دخلت على الفضاء العربي يعني مش بس صار فيه نوع من تكرار صار فيه غوص وتعمق في مقولاتها وتم بالحقيقة ابتكار مقولات مقولات منطقية جديدة نعم صار فيه ابتكار مقولات فلسفية جديدة هون دكتور اللحظة فكان العقل العربي عقل تركيبي بالحياة يعني هنا لحظة التحول متى بدأ العقل العربي يدرك أهمية قراءة الفلسفة اليونانية وانفتاع الفلسفات الهندية متى حدث التحول هل مثلا في بداية الأمويين في نهاية عصر الأمويين في بداية عصر العباسيين وقت المأمون حركة الترجمة ما الذي حدث بحيث أن حركة التاريخ العربي الإسلامي سمحت بميلاد أو بحدوث هذا التحول يعني هو لما لما الحضارة تصل إلى مرحلة من الخصوبة والتنوع والتعدد في الآراء وانت بتعرف انه الحضارة الإسلامية العربية خلينا نقول انه لما بيجي شخص بيغزيها تبلعوا بداخلها مثل ما عملت بالمغول مثلا بدل ما ان يبلعوا بدل ما الغازي يبلع المغزي صار المغزي يبلع الغازي لأنه مضمون الحضارة قوة الثقافة الإسلامية نعم مضمون الحضارة كان ضخم إلى درجة أنه قدرت بلعتهم هذه ظاهرة ما صارت بأي حضارة رغم الهزيمة العسكرية ايه ملا يعني بيصير الهزيمة العسكرية موضوع مادي لكن قدرت بلعتهم بداخلها يعني قدروا صاروا مسلمين وصاروا جزء من الثقافة الإسلامية الحضارة العربية بالحقيقة وصلت إلى حالة من الاتساع والتنوع والتعدد لما قول هون حضارة عربية مش عم بيحكي عن العربي اللي من أصول عربية ليس كعرق ايه هو نتاج الحضارة العربية فأنا تماما يعني لما بيطلع عالم من أمريكا عربي بقول هذا نتاج الحضارة الأمريكية مش نتاج الحضارة العربية يعني تماما نفس الكلام في السابق أن الحضارة العربية استطاعت شكلت فضاء عام استطاعت أن تدمج كل المكونات الأرقية والثقافية المتعددة وتنتج مضمونا حضاريا عاليا سمحت للفلسفة أن تدخل فبالتالي عندما استقبلها العرب والمسلمون أولا استقبلوها بصفتها بتعكس جهة الانفتاح على الثقافات الأخرى زائد أنه وصلت العلوم عندنا لمرحلة من التطور صارت تحتاج إلى نوع من القوالب التي تضعها بطريقة ممنهجة أكثر فالفلسفة اليونانية دخلت لكن دخلت دخلت مش بصفتها علم على هامش الثقافة إنما دخلت في شرايين الدورة الدموية للعقل العرب بحيث أنك مثلا إذا بتقرأ مثلا الرازي مثلا نص هو يكتب في علم الكلام لكن لا تستطيع أن تميز كلامه جميل هنا دكتور وجيه طبعا سنواصل حديثنا بعد الفاصل أيها العزاء واضح بأن الفلسفة لم تكن مجرد جزء من الأدب العربي أو أنها ضرورة مرحلية وإنما كانت نتاجا لتوسع هذه الثقافة العربية والتعدد العربي سمى من سماتها وسمى من سمات هذه الثقافة نواصل حديثنا مع الدكتور وجيه قانصو أستاذ الفلسفة الجامعة الأبنانية ولكن بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم من جديد أيها الأحبة والعقل والفكر والفلسفة كل ذلك يجتمع اليوم في هذه الحلقة لندرس ونتباحث في علاقة الدين مع الفلسفة وضيفنا لهذا اليوم أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور وجيه قانصو دكتور وجيه لو جئنا للجانب الديني وبسؤال ربما بسيط وعميق بنفس الوقت البساطة يعني المركبة إذا صحي التعبير هل يحتوي القرآن الكريم على أسئلة فلسفية أم أن القرآن الكريم جاء فقط ليجيب إجابات جاهزة ومنتهية بالحقيقة القرآن الكريم ما في نقول عنه نص فلسفي لأن الفلسفة لها لغتها الخاصة لها طبيقتها الخاصة لكن النص القرآني يحرك إثارات ودوافع تحث الإنسان على أن يفكر يعني دائما بتلاقي الآيات إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون يعقلون يتدبرون فارجع البصرة هل ترف ثم رجع البصرة كرتين فإذا هناك حث أولا على التفكر على التدبر أي ممارسة النشاط العقلي في فهم ما يحصل من حوله القرآن بيروح إلى أبعد من ذلك يعني مش بس بيتحدانا أنه نفكر في نظام العالم والكون بيتحدانا في وجودنا أنه أنتوا منين جيتوا كيف جيتوا طبيعتكم أنتوا مركبين تركيب في غاية التحقيق أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني يعمق الأسئلة يعمق الأسئلة الوجودية والأسئلة هي بداخلها أجوبة يعني حتى لو طرح القرآن أجوبة فهي أجوبة مفتوحة على الاكتشاف جميل يعني نحن مرات أنه بتقولك أعطى جواب حاسم نعم يعطي جواب لكن جواب عميق يعني لا يكفي في أن تردد الجواب بلفظه عليك أن تغوص أنه ماذا يقصد القرآن الكريم بآية معينة بنص معين بجملة معينة على ذلك النشاط الفكري داخل القرآن الكريم هو بالحقيقة حاجة وضرورة وأنت تعرف أن هذه المقولة التي قالها الإمام علي عندما اختلف مع الخوارج أنه قال لهم أن هذا القرآن لا ينطق إنما ينطق به الرجال أو بما معنى الرواية بمعنى أننا لكي نتعرف على مقاصد القرآن ومعنى لا بد من ممارسة نشاط عقلي واعي متبصر ناقد لكي نفهم لكي نغوص جميل فلا يكفي أن نقول أن القرآن أجاب أعطانا أجوبة عن كل شيء لا القضية علاقتنا مع القرآن مش علاقة تكرار وترداد اللي ما يقوله إنما الغوص إنما الغوص عليك أن تغوص في مقولة لابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ثوروا القرآن يعني أن القراءة التثويرية للقرآن بمعنى أن لا نمر على سطح النص دون أن نغوص في عمقه هذه القراءة هي ربما تقارب ما بين العقل الفلسفي أو القراءة الفلسفية وفهم القرآن الكريم يعني صار فيه التباس وللأسف يعني بعض أحيانا وسائل الإعلام أو بعض الخطابات المتعصبة أو المتشددة قليلا تعطي موقفا سلبيا بالكامل من الفلسف وفي حين أن الفلسفة مثل ما ألت هي جزء من الطبيعة الإنسانية بمعنى هي الدافع الإنساني لفهم الأشياء وتفسيره والتعمق فيه فبالحقيقة أنا أرى أن يمكن أن فهم القرآن يحتاج إلى نشاط فلسفي بمعنى أن القرآن لا يفهم إلا بنشاط عقلي عميق بقدرة متبصرة في فهم معاني وآية القرآن أي أن نمارس نشاطا عقليا داخل النص القرآني يعني هذا المعنى يأخذني إلى معنى إلى معنى آخر أي البحث فيما يقال أنه على ذلك بميزه بين التفسير والتأويل التفسير هي التعرف إلى المعنى اللفظي للنص التأويل هي البحث في معنى المعنى يعني أنت تبدأ بهذا المعنى ثم ماذا يعني هذا المعنى وراء المعنى آلاف المعاني وراء المعنى آلاف المعاني إلى ما لا نهاية طب هنا دكتور وجيه كمقاربة ما بين الدين والفلسفة هل يمكن القول بأن الدين وبالذات القرآن الكريم على وجه التحديد عندما يتحدث عن الله الحكيم الحكيم هو الله ومعرفة الله معرفة لا يمكن أن يبلغها أحد وبالتالي يبقى سعي المؤمن في معرفة الله بلا نهاية فالحكمة العظمى المتمثلة بالحقيقة الإلهية هي أيضا كالفلسفة التي يبحث عنها الفلسوف ستبقى بحثا بلا نهاية هل يمكن هذه المقاربة أن تلهم العقل الديني شيئا من التحفيز نحو المعرفة الأعمق ليس فقط باتجاه الحقيقة الإلهية وإنما باتجاه جميع الحقائق التي يبحث عنها يعني بننميز بين الاعتقاد والبحث عن الحقيقة الإيمان بالله جزء من الاعتقاد لابد أن تؤمن بالله لكن حقيقة الله والبحث عن الله هو أمر لا يتوقف يعني الآية القرآنية بتقول لك إنك كادح إلى ربك كتحا فملاقي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الإنسان اللي بيدور على الله مش بس بيدور على الله بالمسلكيات بيدور على الله بباطنه بيدور على الله بعملية التفكير بيربط يكتشف عظمة الله فإذن التعرف إلى الله هو نشاط عقلي التعرف إلى يعني تجليات قدرة الله في الأرض والكون والوجود هي نشاط عقلي لكن الإيمان بالله كقاعدة أولى هي حقيقة يعني الاعتقاد هو مثل الباب بتفوت على هالباب إنه لا بد لتدخل إلى العالم هذا عبر يتغير الاعتقاد يعني هل الفيلسوف لا يعتقد هل الفيلسوف يعني يبدأ من الاعتقاد ثم يطور هذا الاعتقاد أم أنه ربما لا يستطيع أن يعتقد لأن عملية المعرفة عملية غير متهية الفلسفة ليس من مسؤولية الفلسفة أن تصل إلى اعتقاد وهذا الذي يميز لكن الفيلسوف إنسان بحاجة للعقيدة هلأ لما يعتقد بيصير مؤمن يعني ممكن يجمع اتنين يعني أنت بتشوف فيه فلاسفة مثل ابن رشد طبعا يعني ابن رشد إمانوال كان حتى من الفلاسفة الحديثين كانوا مؤمنين كانوا متدينين لكن لما يحكي كفيلسوف عم يحكي عن منطقة ما إلا علاقة بك هيجل كان مؤمن ما مطفكير يعني برجع بقول إنه وين بيصير فيه مشكلة لما الفلسفة تتحول إلى منظومة اعتقادية جامدة بتصير مثل الدين وهي ده الإشكال وهنا بمعنى الدين بصيغته الجامدة وليس بمعنى الدين كما أشرنا قبل قليل بمعناه العميق مش مطلوب من الفلسفة أن تحسم الحقائق الفلسفة تقدم منهج ترشدك لهيدا المنهج تمشي معك طول الطريق ممكن توصل معك لنتائج لكن الفلسفة ولا مرة بتقل لك إنه هذه هي الفكرة النهائية هذه هي الحقيقة النهائية جميل في حين الدين لا بيقول لك هو جملة معتقدات بك تؤمن فيهم يب تؤمن فيهم إذا ما بتؤمن فيهم انت برت الدين لكن مع ذلك الدين حتى لما يفرض علي معتقدات علينا أن نميز بين الاعتقاد بمبادئ أساسية تشكل أساسا الانتماء إلى الدين وبين النشاط والحيوية الفكرية داخل الدين جميل يعني لا يعني الاعتقاد أن أعطل العقل أو أن أعطل نشاطي في فهم الدين طب إذا بنا ناخد نحن علم أصول الفقه شو هو علم أصول الفقه المباحث اللفظية ومباحث عقلية إذا وجبت شيء وجبت مقدمته وهي القواعد التي يستخدمها الفقي للوصول للحكم الفقي طب الأصوليون يعني الأولون اللي وصلوا لها شو مارسوا مارسوا النشاط عقلي بالضبط يعني مش بس استندوا إلى الروايات حتى بنرجع من قول النصوص لا تنطق وحتى استخدموا المنطق النصوص لا تنطق أنت الذي تحدد دلالتها بتقول ما في عدة احتمالات هذا الاحتمال أرجح طب شو اللي بيحدد الأرجحية فإذا لابد من نشاط عقلي داخل الدين طب هنا نأتي لنشاط العقلي نعم وعذرني على المقاطعة دكتور إبن رشد ما قام به إبن رشد في كتاب فصل المقال عندما أراد أن يجمع ما بين العقل والنقل وأن يثبت بأن ما يؤدي إليه العقل من حقائق لا يتنافى مع ما يؤدي إليه النقل من حقائق واستند أساسا على الآية التي تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالحكمة هي الأدلة البرهانية والموعظة الحسنة هي الأدلة الوجدانية والجدل هو المتكلمين والأدلة الجدلية إذن هناك ثلاث أنماط يمكن للمؤمنين أن يكونوا على طريق الحكمة والأدلة البرهانية العقلية ويمكن أن يكون مؤمن عرفاني ويمكن أن يكون مؤمن على طريقة علم الكلام وبالنهاية لا بد أن يلتقي العقل بالنقل هذه الأطروحة الرشدية في سبيل التقريب ما بين العقل والبحث عن الحقيقة العقلية وما يتضمن النقل كيف نراها اليوم؟ يعني كيف نراها اليوم بعد قرون طويلة من ابن رشد؟ هل تغير شيء؟ ابن رشد أراد أن يعطي مشروعية للنشاط الفلسفي داخل مجال الديني وبتعرف أنه في بعض الاتجاهات الدينية خالف خاصة مثل جماعة أهل الحديث اللي كثير أرادوا أن يوقفوا النشاط العقلي عموما ويقف عند حدود الدلالة الظاهرة للنص أبعد من هيك ما فيه وتحت وفوق ما فيه شيء فعم بحاول يقول كأن ابن رشد كان يحاول أن يقول أن هناك مجال هو يشكل مجال نشاط العقل وهناك مجال آخر هو مجال المعرفة الدينية كأن هناك حقيقتان حقيقة اللي تكتشف عبر العقل وحقيقة تكتشف عبر الدين يعني كأنه عم يفصل المجالين العقل الحديث بالحقيقة جوزها هذه الفكرة أنا برأيي ما في عندي شيء اسمه عقل ونقل عندي عقل داخل النقل يعني العقل يمارس نشاطه داخل النقل نفسه والفعل التأويلي الحديث النشاط التأويلي أو ما يسمى انتقل العقل الفلسفي من تفسير النصوص إلى فهم النصوص من interpretation to understanding وهيدي نقل نوعي بمعنى أنه ليس فقط المطلوب أن أفسر إنما المطلوب أيضا أن أفهم وعملية الفهم هي نوع من النشاط العقلي الذي يدخل به الإنسان على النص ويشتبك معه اشتباكا معرفيا يعني هذا الاشتباك الإيجابي ليتولد معنى من هذا الاشتباكا فإذا لم نعد أمام عقل ونقل الفلسفة الحديثة طلعت من الثنائيات نحن نعم اشتباك جميل يعني خرجنا من الثنائيات فكرة الثنائيات بالحقيقة هي يتسم فيها العقل القربوسطي عموما أنه عقل نقل الله إرادة الله إرادة الإنسان مثلا الإنسان مسير ولا مخير أطول من حط الإشياء مقابل بعض القضية بالفلسفة الحديثة طلعت من هذا الكلام خاصة في علوم قراءة النصوص الدينية النصوص الدينية قالت أن أن علينا أن نمارس فهما للنصوص وعملية الفهم هي عبارة عن هذا الغوص والتعمق في النصوص وهي عملية لا تنتهي بمعنى أنك كل ما تصل إلى معنى هناك معنى وراءه فعلى ذلك استعملوا هذه العبارة التي تقول أن التأويل أو فهم النصوص مشروع غير منجز غير منجز أي أنه غير نهائي طيب دكتور هل انتصر التهافت على تهافت التهافت هل الخطاب الغزالي نسبة لأبي حامد الغزالي وأيضا هي تسمية الأدق الغزالي والغزالي وكلهما يعني موجود هل نظرة الغزالي أو الغزالي للفلسفة قد انتصرت على نظرة إبن رشد ونحن ما زلنا إلى اليوم امتداد أو نحمل عبئ هذه النظرة التي نظرت إلى الفلسفة بطريقة انتقاصية نوعا ما أو أنها يعني لم تكن راضية عن امتداد المشروع الفلسفي الإسلامي إذا صح التعبير يعني ليك الغزالي في أبسط عبارة بقوله عنه أنه بلع الفلسفة ولم يستطع أن يلفظها أنا عندي الغزالي فيلسوف نعم يعني فيلسوف نقد الفلسفة جميل ما عندي مشكلة بها الكلام لكن عندما نقد الفلسفة نقدها بعقل فلسفي جميل يعني ما نقدها بالنص ما نقدها بلغة لغة أهل الحديث مثلا جميل نقلها ما في مانع واحد ينقد الفلسفة ولما تنقد الفلسفة يعني أنت ما عم تنقد الفلسفة ما في شيء اسمه فلسفة في جهود فلسفية فلاسفة أنت تنقدها ما في مشكلة يعني أنه كفرهم ببعض المسائل هو كفر الفلاسفة في بعض المباني لكنه لم يكفر الفلسفة يعني هون دكتور وجيه فالغزالي أنا عندي أحد المرجعيات الفلسفية التي أستمتع بقراءتها وتعرف إليها سنعود لتوضيحها أكثر فأكثر ولكن بعد هذا الفاصل أيها العزاء نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم فابقوا معنا أدنا إليكم الجديد يا والأحبة والحديث عن الدين والفلسفة مع ضيفنا لهذا اليوم الدكتور وجيه قانصو دكتور وجيه قانصو كنا عند الغزالي وأنت دافعت عن الغزالي ودفاعك طبعا دفاع يعني منطقي يقوم على وجهة نظر عميقة وأعتقد أن ابن رشد نفسه قد ضمن كتاب تهافت التهافت أنه وجد مبرر للغزالي عندما انتقد الفلاسفة مثل ابن سينة وغيره وكانه أعطى العذر أنك أنت عندما انتقدت الفلسفة انتقدت هؤلاء الفلاسفة وبالتالي يحق أن تنتقدهم ولكن الفلسفة بحد ذاتها بما تتضمن من يعني مشروع فلسفي لا يجوز أن تنتقد لا يمكن الخروج من الفلسفة كما ذكرت أن الغزالي فيلسوف شئنا أم أبينا أنه معرس الفلسفة شئنا أم أبينا نقد الفلسفة بالفلسفة عندما ناقشها من داخلها من جوفها اكتشف تناقضاتها الذاتية فبالتالي هذا مش تناقضات الفلسفة تناقضات النشاط الذي سبقه دائما الفلسفة هي مشروع لا ينتهي مشروع لا يتوقف الفلسفة لا تقدم إجابات الفلسفة تقدم تصورات مؤقتة أو مقترح بيسموها paradigms وممكن البشرية بمرحلة تطورة تنتقل إلى فضاء تفكير جديد وهكذا عملية لا تنتهي أنا برأيي الغزالي مثل أحيانا لك الفكر بده حدا يصدمه لحتى لي ينتبه أنه كانت مشي الفلسفة بسياء خاصة الفارابي وابن سينا رأخدت به اتجاه رأحت أتجاه معين واستقرت وكأنها أرادت أن تطرح أن هذه ذروة الفلسفة التي يمكن أن يتفكر بها أو كأنها صارت مطروح كأنها أرثوذكسية فلسفية إجا الغزالي هي الزلة ثوابتها وهي الزلة أساساتها وبالتالي هذا الجدل خلق قصوبة لم تكن مسبوقة في ابن رشد فالجدل الشيء والذي يناقضه والذي منتوجا جديدا اللي هو مسى لذروة الفلسفة العربية والله ما تقول بكتور وجيه يعني جميل جدا كنموذج كيف أن العقل الفلسفي قادر أن يستوعب نقيضه أو حتى لا نقول نقيضه بالضبط قادر أن يستوعب النقد النقد يولد فيه رغبة جديدة في البحث بينما بعض لا أقول جميع أقول بعض المتدينين دكتور لا يستوعب أن ينتقد الآخر أو أن ينتقد طريق التفكير الديني إذن هل نحن بحاجة أن ندرس الفلسفة في كليات الشريعة أو في التعليم الديني حتى يستطيع بعض من يتحدثون بالخطاب الديني أن يستوعبوا أهمية نقد الذات وأهمية نقد الآخر لهم يعني الفلسفة فيها بعض المجالات تولد خصوبة هائلة في التفكير الديني والوعيدي يعني أذكر منها على سبيل المثال للحصر علوم التأويل الهرمونيتيق الحديثة أو الفلسفة التأويلية التي طرحت منهجيات جد متقدمة في الفهم بالحقيقة فلسفة الدين حتى التي تبلورت بالعلوم الحديثة هي لا تقدم إجابات إنما هي تقدم منهجيات في التفكير برجع بقول الفلسفة الحديثة هي أقرب إلى مناهج منه إلى إجابات منه إلى معتقدات يعني الدين من شو بخاف لما بيكون فيه معتقد مقابل معتقد لما بيكون فيه قناعة مقابل قناعة بس لما الفلسفة عم تقول لك أنا ما إلي علاقة بقناعة بعطيك منهج أنا عم بعطيك طريقة بعطيك قدرة تغوص أكتر تشوف أكتر حتى تساعدك إنك إذا دخلت عن نص بدل ما تروح لمسافة قصيرة أنا بساعدك تروح لمسافة أبعد خليك تغوص أعمق فإذن الفلسفة ببعض مناهجها تعطيك الأدوات والمنهجيات اللازمة للتعمق في الدين والغوص في الدين آخر الأمر يعني الوحيد في الإسلام الذي يستطيع أن يقول هذا ما أراده الله والنبي غيره ما بيقدر يعني لا يوجد لا يوجد قول نهائي أو فهم نهائي للدين وهذا بفعل الوحي وليس بفعل أنه هذه أهمية الاجتهاد في الإسلام طب الاجتهاد على ماذا يقوم ليس فقط على نقل النصوص إنما على فهم النصوص يعني هون دكتور يعني أستأدنك بأن أعرض فكرة بسيطة يعني هل تمثل حالات الوحي في التاريخ الإنساني وهي محدودة جدا نحن الآن وفق النطاق الفكري والعقائد الإسلامي نقول أن الوحي قد انتهى وبالتالي ما الذي بقي للعقل الإنساني غير أن يشحذ فكره بعمق وأن يستمد طاقته من تلك الشرارة التي أوحي بها وبالتالي هل الوحي كان بمثابة شرارات توقد في العقل البشري طاقة التفكير أم أنها كانت إجابات منتهية تمنع العقل من أن يفكر يعني لو كانت الأديان بتمثل إجابات نهائية لما تعاقبت الأنبياء ويجا نبي بعد نبي دين هذا أولاً كان يكفي أن يكون رسالة واحد ونبي واحد ومن أول الطريق ومشينا وخلصنا ها أولاً ثانياً أن يكون النبي خاتم الأنبياء هادي مرات ما بنوقف عنده كتير نحن أنه يعني انتهى الوحي بعد النبي يعني دايماً الشعوب قبل أنه والله تبعنا هالدين وناطرين ديني جديد فبالتالي بعض الناطرين الإشارات الإلهية لهدايتهم نعم وتنورهم أنا أعجبني كلمة ناطرين يعني منتظرين ناطرين كلمة جميلة لبنانية نعم جميل لكن أن نقول أن النبي هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن الإنسان معاش ينطر وحي جديد نعم وهذا الوحي الذي بين يديه هو أمانة كيف يكتشفه يعني صار مطلوب منه يمارس نشاطاً عقلياً وفكرياً وعلمياً أكثر أكثر زائداً عن الأول بالأول بيجي نبي منه ناطرين النبي اللي بعده مثلاً أو ننتظر النبي الذي يليه لكن إذا اعتبرنا أن النبي خاتم الأنبياء أن هذه الرسالة إذا قيد لها أن تكون رسالة لكل الأزمنة ولكل الأصور لكنها لا تكون لوحدها هذه تحتاج إلى عملية اجتهادية جميل تحتاج إلى إطار فكري يخرج خصوبتها لكل زمان ولكل عصر فبالتالي بالعكس يعني كون الإسلام خاتم خاتم الأديان يحث المسلم على أن يمارس نشاطاً فكرياً وعقلياً استثنائياً لكي يكون هذا الدين حاضر وفاعل في كل الأصور وفي كل الأزمنة جميل أما أن نتعامل معه بطريقة التلقي والحفظ لأهدي مشكلة كبيرة طيب دكتور وجيه ماذا عن دراسة الفلسفة في العالم العربي والإسلامي وأنت أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية سنوات طويلة هل هي بخير؟ هل من حيث يعني مناهج التعليم ومن حيث يعني قوة يعني تلك المناهج هل نسير في الاتجاه الصحيح؟ يعني مش كتير يعني مش كتير مرتاح هلأ في نشاط فلسفي في تعليم لكن ما بعتقد الفلسفة أخذت حقه في المجال العربي بحاجة ليس فقط أن نتعلم ما يقوله الفلسفة الغربيون جميل إنما أن نوجد فضاء فلسفيا عربيا جميل ما بن فلاسفة عرب فقط تريد فلسفة عربية يعني وكما قلت دكتور والفلسفة العربية هي إيجاد فضاء يحفز ويشجع ويخلق مناغ للفلسفة يعني دكتور وجيه وأنا أذكر أيضا الكلمة التي ذكرتها أن ابن رشد كان فيلسوفا يفكر نيابة عن البشرية وأنتم أيها العزاء إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة